السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي الغاليات ومتابعيني كثيرين لبس عليكم بالخير كيف رأكم هاد اليوم ما كان بغيش نغيب عليكم وكيف نواحدكم من قبل قلت لكم إليه وصلتني قلت أنا اليوم وحسن نسجلها لكم مع الصبح باش من ننساش كيف وصلوني الأغراض علي إكسبرس اللي قلت لكم ذلك المرة أنا نطلقتهم ولكن رح ما وصلوش كاملين كتعافوا علي إكسبرس هذه من المثاوئ ديالهم أنهم كيقسموا لك كيقسموا لك الشحنة على ثلاثة أربعة المرات على الحساب كل مرة وعليش أنا المهم جابوا لي الشحنة الأولى طبعا مجابوش لي كل شيء جابوا لي نقصة وقلت هذه نشاركها معكم بما أنا نواعدتكم ماذا سوف نأخذ من عندهم أيام ما كنت قلت لكم أراني طلبت الأغراض ديال الشمع فهي جاتني وبغيت نشاركها معكم سمحوا لي بزاف لأنه السوفل ما أبقاش عندي ما كان بقاش نقدر نهضر بزاف خلصني نهضر من تارح وكتعرفوا يعني حتى الجو سخون والنقاب وزائد أنني ما عنديش السوفل نهائيا قالت الحمد لله دعو معايا قرب شوية لوقت أدعو معايا غير أنا ما كان بغيش نغيب عليكم بزاف نبدأوا على بركتي لا تشوفوا معايا ما أول حالة اللي رسلولي رسلولي الألوان هنا عندي والله ما أعرفش حين نرسلولي هذه الألوان أغلي تكون هنا 1 1 3 4 5 6 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 إلىrale 30 32 32 32 33 34 34 45 ريال. 45 ريال تقريبا ما يعادل 150 درهم. حسبوها من 45 ريال ضربوها في جوجونس. تقريبا في جوجونس. كذلك هادو الوان غنلون بهم ديال خديتهم على حساب الشمع. كذلك الوان تانية تستعمل الشرع. من غير الوان المائكة. ولكن ملقيتها شى عندهم هذه الساعة. فش كنت بدأت طلب. ماشي ملقيتها شكينة ولكن مكنش فيها الشحن المجاني. انا دائما كان طلب الى بتطلب من علي اكسبرس. طلبوا الشحن المجاني. لان الشحن المدفوع يكون اغلى من السلعة نفسها. انتي قد طلب واحد سلعة بـ 20 ريال. والشحن ديالها 25 ريال. دائما فش كنت بقود تحدد السلع ديالكم في علي اكسبرس. طلبوا شحن مجاني وخاك يتعطل شوية. وتتقسم شحنة على ثلاثة على أربعة. المهم انه أرخص. كذلك جاني هذا. هذا اليناء هذا كندوب فيه الشمع. وفيه المقاصات فيه العبارات. يكتشوفوا معايا هذه العبارات ديال الشمع. باش كن ناخده المقاصات. لان الشمع. آآ الادابة ديال الشمع. عندها مقاصات معينة. على حساب المولات. على حساب المول. وحتى آآ النسب. ديال الشمع مع النسب ديال المصلب. كتكون خاصها تقنيات آآ يعني. تقنيات آآ يعني آآ مقاصات محددة. ما كن فوتوهاش في. باش ما يجيناش ارطب بزاف. او يجينا قاسح بزاف. مع هاد شي قلت لكم. وما قلت لكم. اغان نشرح عليكم. وكل شي ان شاء الله. من بعد ما يفقني الله. و هاد يسر ان شاء الله اموعي. من بعد الولادة. ندر معكم دروس في سناعة الشمع. بالنسبة. جوني كذلك هادو الفتيل. هاد الفتيلات. ها ما كتشوفوا معانا. ومعاهم اللسقاء ديالهم. اللسقوها في القاع ديال الكاس. او ديال القارور اللي غن نصبو فيها الشمع. او ديال القالب. اللي غنصبو فيه الشمع. هو هذا. ومعها. كتكون الفتيلة. ومعها المتقل دياله. باش كتشد في القاعد ديال الاناء اللي غن نخدمو فيه. هادو هنا غن نخلي لكم الاسعار لاني ما تذكرتش. الاسعار ديالهم مية في المية. تنرجع للفاتورة. ومظن نسجل لكم الاسعار ديالهم. نسجلهم لكم في صندوق الوصف. المهم. فين ما لقيتوني ولا فيديو اخر نشرح لكم نقول لكم الاسعار. تذلك هادو المول. اخذيتم غير هذا الشكل مع اننا طالب تلاتة الاشكال. طالب mega لا تلاتة طالبة هادا. وطالب واحد مستعطيل. وطالبة دائعة. ولكن سوف تكون غير هذا. هدا كتكون فيه هادة. هي هذا الشمع بالنسبة للتوزيعات يعني هادو كليفوندو هناك تجي في هادك التقيبة هادتقيبة هاده هي اللي كنديرو في هادك الحبل ولا كنديرو في هادك الخيط باش نعقدو الشميع بحال هكه باش يكون منظر هزوين و سهلة التعلاق في السيارة او انها تخليوها عندكم في الشنط ديالكم مهم انها تكون معطارة هاد المول هاده تم المول هاده سادي كون او او اختب فوندو على فوندو زين الى السابون هاده فيزو سوا Task ورين اختبت السابون احطب هاده المقشر السابون المقشر يتخلطها كي يستخلط سوف نشارك معكم كنت قبل شاركتوا معاكم في السابون في صناعة السابون منش حال هادي نخليلكم رابط الفيديو في صندق الوصف المقشر من وجه و الجسم تصوب بنكهات مكتفة بالقهوة والسكر مهم ان تخلقوا هذه المكونات مع السابون يجي حتى هو رائع بشكل جيد وجاني كذلك الشمع هذا الشمع هذا كيلو ديال الشمع هذا الشمع الصوية هذا الشمع الصوية هذا إلا كنا قد ندوبه بوحده هذا ما كيجي شمع واقفة كيجي تريد تيخصوا المصلب هذا تيجي في الكؤوس الشمع اللي كان شرعوه في الكؤوس هو هذا هو شمع الصوية كيكون شمع نباتي اما شمع الصوية اما شمع الناخيل كيكون شمع النباتي هذا كيجي يعني شمع طبيعي نباتي كيجي شوية لين ما كيكونش قاسح هذا ما يصلحش نصوبه بشمعات هكا ونقشوهم لا بسرعة كيدوب وكيجي لين بزير هذا ضروري مع المصلب او اننا نخلطوه مع الشمع البرافين يعني الشمع الصناعي كنديرو نسبة من الشمع الطبيعي ونسبة من الشمع الصناعي الشمع البرافين هادو كندوبهم مع بعض باش كيصلبوا باش كيكون القوام ديرو صلب شوية ولكن بوحدو راح كيكون لين كيصلح غير القوالب يعني غير الكوؤوس يعني الشمع دي الكوؤوس إذا كنتو غدوبوا بوحدو هادو هم الأغراض اللي جوني هادو انتظار ان شاء الله يكملوا لي الباقي باقي 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 بزيف صراحة باقي المعطيرات خديت من عندهم معطيرات ديال الشمع وباقي لي المول ديالشمع ولمول ديالصابون وباقي لي بزيف غد قولوا لي ليش كنت اخذي هادش كلو انتي مكتبيعي مكتبيري انا كنت اخذهم على حسب حالحكة في المناسبات كنا نعجز نطلع ان نخذ هدايا من برا فكنا في المناسبات في الاعياد بحل هكذا بجاي العيد الوطني سعودي بحلها كنا بغي نسو ان نقدمهم توزيعات وماشاء الله العائلة عندنا كبيرة وعندنا ولدت كتار وعندنا الحمد لله العائلة كبيرة تتبغي انك يعني تدري شي لمس ديالك انتية وخاصة ان احنا انا معروف في المغربيات تبغي صوبوا شي حاجة بلمسة ايدهم ما تبغيش كل شي اعتمدوا على الشراء ما تجيش وانا من الناس اللي عزيز علي نصوب الهدايا بايدي يعني اللي بغيت نهدي شي حاجة عزيز علي ان ندير فيها اللمسة ديالي ما نكونش شارياها وجيباها وصافي كنش للحاجة الغالية طبعا اللي عزيز علي ونحن هده ما اعتمدوا على الشراء ولكن الهدايا بحال هكا التدكارية الهدايا التدكارية في المناسبات اللي كان نوزعه في الاعياد مثلا عيد الاضحى وعيد رمضان العيد الوطني مناسبة كاعياد الميلاد مناسبة اسبوع باي باي هكا تبغيت تصوب ايش حاجة بيبتك وتوزعها بيدك يعني كتكون لها نكهة ثانية ويقولها طعم آخر وحتى عند المطلقي نفسه كيعرف بأنك يتم صوبها بعشق من أجله هو فقط مشي شريتيها هي للكل يعني الكل شي كي هدي نفس الحاجة إلا مشيتي كتشري هاد الهادية مثلا واحد صابونة بزاف الناس شريين نفس الصابونة ما فيها هاتش ميزة يعني كيف مجاتها هاد الهادية من عندي أنا ممكن تجيها من عند وحد أخره بنفس الشكل بعكس اللي كنت مصوبها بإيدك مستحيل يجيب ليها شي واحد بنفس الشكل اللي أنا مصوبها يعني هذا هي هاد الهدف من أنني كنصوب هاد الحويجة هادو ثاني شي بالنسبة لي كنبغن نزين بهم داري يعني إلى ما كنشغل بيحق كنشوفهم أنا كنشوفهم أنني مزينة بهم داري كنصوبهم أنا مع الطيرات الخزانات ديالي كنحطهم في السيارة ديال الزوج ديالي كنحطهم في في هذا كنحطهم كفشتة جيشة ودابة كنبغن نحطوا ذلك الفواحات كنحط في هادو كليف أوندون كيعطروا الجو يعني حال هكا بالنسبة للزاج والنقش وهذا الشي اللي كندير هديك أعمالية دوية كلها يعني كنخليها لداري يعني ما ما مضطرة هش يعني نبيحه وعلش لله إلا شي مرة جاتني شي وحده وجاني شي طالب علش اللي نصوبه نشوف غير مع أمول الدار لأنه السوج ديالي رافض فكرة أنني نبيع أو أنني نحط إعلانات ديال البيع هذك على الاسستقرام هو رافضها ولكن إذا كانت واحدة مقربة آآ وقريبة لي ما غديش يقول شي حاجة آآ المهم هادش اللي جيتها نشارك معاكم وغدي نمشي نوجد الغضاء بسرعة لأنه هون كمعارفين أنا ما بقيتش كيف كنت ناشيطة واللي تكاسو لكاسو 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 لبزاف يلا والله كان قدرنا ندير ذلك الشغل بسيط اليومي اللي كتعرف ولي كتعرف وكل سيدة بيت وبزاق يعني بالزمني يعني كان نخدم وكان نبعد وكان نخدم وكان نبعد وهم مشكيتش عليكم الابنات تنفخت ولي تكون لي منفخة إدية رجلية يعني صراحة هذا الحمل هذا الله يسمح لنا من الوالدين والله يسمح لنا والله يغفر لنا عشان نقول لكم مهما نعاود ومهما ما نوفيش حق الأمهات حق أمهاتنا ما نوفوش نهائيا ولو نعطوهم يعني عيوننا نحيد عيوننا ونعطوهم ليهم ما نوفوهمش حقهم ما نوفوهمش ولو ضرة تراب من رجلولهم ما نوفوهمش اليوم على هذا الشيء نشوف يو الحمد لله على كل حال المهمة غدا نخليكم مع المطبخ ونطلقاو ان شاء الله في ميديو جديد وما تنسوش أنني أحبكم في الله وان شاء الله نطلقاو شكرا بزاف 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 وخليكم مع الفيديو تلخر إلى اللقاء ان شاء الله أنا جيت نشارك معكم غدايا البسيط جدا 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 البنات غير ما بغيتش نبقاك نهضر في الفيديو غير هكاك قلت علاش اللغذ نتكلم معكم شوي ونشارك معكم وش نهضرت اللغذة اليوم عندي هنا يدجاج كتعرفوني ان الطاجين ديالي راه ما نقليه كان نحط دجاج ديالي في البهارات وفي الكشنة في الخلطة كان نحط فيها تقريبا ساعة ساعة ونص وكان نحط في الطاجين مباشر اليوم غندير الطاجين ديال الطاطو الزيتون ستشوفوا معي كيف كان نسير أموري لما كانش عندي شيء في الدار المهم هذا الدجاج بحلاكة نخليه فترة ستشوفوا بحلاكة في الطاجين هكا البنات كنحطها اللي كنعمر جنابهما اللولين كنعمرهم بحل هكا بالكشنة بحل هكا بهض الخلطة بالعطرية وكنحط هذيك البطاطة كل هديالي في الخلطة بحل هكا كشيري بقليل الخلطة كنحط في البطاطة باش تهيتشرب يعني تاخد اللون تاخد البهارات لا تجيش بيضة بالنسبة للبهارات ما قدرت هناك هناك قطعت البصلة قطعت كيف تشوفوا معي القزبر و المعدنوس وحطيت عليهم نص كاس نص كاس ماشي بزف دي الماء وحطيت معاهم الزنجابير و البزار يعني يدخل في الأسود وحطيت معاهم شوية دي الملح وشوية دي الكوركم وشوية دي المنضامة الزعفران شوية والتوم والقزبر يابس صافي وشوية شوية رسم على القدي الكمون وصافيوك نخلي ساعتين تقريبا ساعة ونصف ساعتين باش يتشرب باش تدجاجي تشرب هذه العطرية وتشرب هذه البهارات عدك نجي نحطه في الطاجين عدك نوزع يعني نست في الطاجين ديالي وقال نست في الطاجين وكذلك سنست في الطاجين باش كالي بغيت انا كنستعمل البنت تحت الطماطم ننسيت ما قلتاش لكم الطماطم كنحكها وكنستعملها الجديد في الطاجين هو الزيتون لان سالع لي الزيتون سالع لي الزيتون الطواجن استعملت اليوم الطاجين بالبطاطو الزيتون من المترجم اذا لدينا فعلت انا الجديد بأي طريقة اضعوا بذل في الزيتون البيتزا اضعوا بذل ازيتون هذا الزيتون نستطيع ان اضعوا نستطيع المقاطع وفليفل والليمون تطيع المقاطع سوف مضيف بالطاجين لا نقدم الزيت النباتي لأن الزيت النباتي لا نستعمل الزيت أولا سوف نستعمل الزيت لعداء من الأصل سوف تستعمل الزيت نباتي سوف نغطوه ونضعه على النار وأنتم معي سيطب الطاجين اشتركوا في القناة أهل أهل المكرم وسط الصدور ضيفها يلقى الوفاء والكرم لنجالها أهل أهل المكرم واقفهم صدور يضطي التاريخ محصا جميع فعالها ثم بارك للبناخي وبادلها الشعور الرجال الطيبة تنتظر في خارها ليلة تكفيها من الورد ونوع العطور ليلة تكفيها من الوصول